أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن فرض ضرائب على الرواتب إجراء مؤقتة وقال أن القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تحطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموما والمكلفين الحكوميين خصوصا ومهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها إما صفر من المئة أو ضريبة سالبة ما يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها وأضاف صالح أن مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015-2016 بفرض ضريبة مؤقتة على إجمالية الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة